موسيقى موسيقى تباية تلفزيون اليوم السابع اهلا بكم تفتيار ايضاية جديدة مقدمة من تلفزيون اليوم السابع لا حديث يعلو على صوت صفقة امام عشور وانتقاله المرتقب للنادي الاهلي خلال الساعات اللي جاية ااا يعني الكلام خلال الفترة اللي فاتت ان امام عشور بالفعل وقع للنادي الاهلي لمدة خمس سنوات ونتم تصنيفه في الاعب فيها اولى عشان يتساوي بالعيبة الكبار بتوع النادي الاهلي سواء بقى حسين الشحات محمد شناوي عمرو السلية اا يعني براتب طبعا كبير جدا جدا داخل النادي الاهلي ولكن مش هيعلى عن سقف الفئة الاولى ااا الكصة كانت مش كصة توقيع امام عشور والامتيازات الكبيرة اللي خدها امام عشور سواء الامتيازات المادية او الامتيازات الاعلانية انه هو هياخد حصة اعلانية كبيرة خلال الفترة اللي جاية ااا الكصة بدأ من اين امام عشور مش عايز يكمل في اوروبا لما انتقل من نادي الزمالك لنادي متلاند الدنماركي راجل ما لقاش نفسه راجل حس بغربة حس ان هو مش هيتأقلم هناك فبالتالي رجع مصر بعد ما تعرض للاصابة واكلم مع المدير الرياضي لنادي متلاند واكد له ان هو مش حابب ان هو يرجع تاني لصفوف الفريق طبعا كانت ازمة كبيرة جدا جدا بين امام عشور وبين نادي متلاند منين يا كابتن امام لسه شارعينك من 3 شهور مستفدناش منك باي شكل دفعين فيك رقم كبير جدا يقارب 3 مليون دولار ودلوقتي بتقول انا عايز ارجع ومش عايز اكمل طبعا مشكلة كبيرة جدا جدا طيب النادي اللي هو باعك لينا اللي هو نادي الزمالك مش هيقدر يشتريك فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نحصل على فلوسنا كحدة ادنى عشان نوافق على بيعك ده اللي حاول امام عشور يعمله خلال الفطرة اللي فاتت هو وكيله ابتدوا يفكروا في الاندية اللي ممكن تشتريه داخل مصر لانه هو برضو مش حابب ان هو حتى يروح الخليجة وحابب ان هو يرجع مصر بعد استبعاد الزمالك مش هيبقى غير ناديين الاهلي رقم واحد وبراملز رقم اثنين كان الاهلي هو الخيار الاول لامام عشور ولو كانت مفاوضات الاهلي فشلت كان ينتقل للبلان بي بالنسبة له وهينتقل لنادي بيرمدز او هيدخل في مفاوضات مع نادي بيرمدز بعد ما امام عشور اتفق مع النادي الاهلي على كل حاجة ووقع كمان على عقده الشخصي لمدة خمس سنوات بلغ نادي متلند برغبته بالانتقال للنادي الاهلي فبالتالي بقى التفاوض دلوقتي بين مين بين الاهلي وبين متلند الدنمارك وفيه يعني مش هنقوم جلسات تفاوضية ولكن كلام رايح وكلام جاي خلال اليام اللي فاتت النهاردة بس كانت اول جلسة بين الاهلي وبين نادي متلند جلسة اونلاين بين ادارة الناديين لتفاوض حوالين شراء امام عشور نادي متلند كان يعني طالب طلبه الوحيد ان انا عايز اخد 3 مليون و200 ألف دولار ليه الرقم ده بالتحديد 3 مليون دولار اللي هما دفعوهم لنادي الزمالك وال200 ألف دولار اللي هما نسبة اعادة البيع اللي هيروحوا للشركة الوكالة شركة الوكالة الخاصة بامام عشور فهم مش عايزين يتكبدوا اي حاجة من جيبهم عايزين كل الفلوس اللي دفعوها يحصلوا عليها ده يعني شرطهم الاساسي لبيع امام عشور للاهلي الاهلي طبعا كان بيحاول من جهته انه هو يقلل الفلوس على قد ما يقدر بدل ما يدفع 3 مليون و200 يدفع 2 مليون بس 2 مليون و200 ولكن كل محاولاتهم كانت بلا جدوى خلال الساعات اللي فاتت لان النادي ميتلند عايز يحصل على فلوسه كحد ادنى عشان يستغنى عن امام عشور وده يمكن الوافع عليه الاهلي في النحوذات الاخيرة وحصل توافق بشكل كبير والنهاردة زي ما قلت لكم كانت اول جلسة رسمية بين الاهلي وميتلند وهيتم توقيع العقود النهاردة اونلاين تمهيدا للإعلان عن الصفقة بعد مباراة القمة بين الاهلي والزمالك اللي هي طبعا بخرا ان شاء الله على ملعب استاد القاهرة في طولة الدوري العام امام عشور يعني ساعات قليلة جدا وهيصبح لعيب داخل النادي الاهلي وقا نكتدي بقى نتكلم فرقا بالشرت بتاعه وقيده في القائمة الافريقية والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله ولكن قصة امام عشور يعني فلوسة اتقفت بشكل نهائي واصبح امام عشور لعيبا داخل النادي الاهلي والإعلان الرسمي هيكون خلال الساعات اللي جاي يعني نسيب قصة امام عشور نروح برضو القصة مصيرة شوي يعني قصة ناس كتير يعني كانت حديث السوشيال ميديا من الصبح برونو سافيو برونو سافيو اللعيب اللي الاهلي جابه اللي كان بيلقب بميسي بوليفيا اللي كان بيلعب في نادي بوليفارد والاهلي اشتراه برقم مليون وخمسمائة الف دولار كل توقع ان سافيو هيعمل نجاحات كبيرة جدا مع النادي الاهلي وان هو برازيلي بقى على بوزة ما بيقوله الراجل هيجي يتقلق ولكن المفاجأة ان هو فعلا جي تقلق وظهر بشكل كويس ويقدر يحرز هدف مرمى نادي الزمالك في مبارات السوبر ولكن بعد كده سافيو ابتعد تماما عن الصورة داخل النادي الاهلي الراجل ما بقاش عسك بعد ما كان لعيب اساسي بقى لعيب احتياطي بل وكمان بيخرج برا لسكور وخرج تماما من حسابات كولر المدير الفاني الفريق علامات استفهام اللعيب كان اساسي ولعيب كان مؤثر ولعيب كان نقطة القوة داخل تشكيل النادي الاهلي للعيب مستبعد تماما لما استفسرنا على الموضوع وان كانت هذه الانفراضات من خلالنا معاكم من فترة كبيرة قلت لكم ان برونو سافيو القصة معاه داخل الملعب وخارج الملعب ادارة النادي الاهلي او الجهاز الفاني الاهلي شاف ان برونو سافيو مستوى تراجع ان هو كمان علقته باللعيبة النادي الاهلي مش كويسة وان هو كمان كان فيه وقعة مهمة مع سوزة اللعيب برضو مواطنه البرازيلي اللي كان قريب من النادي الاهلي في فترة الانتهالات اللي فاتت ولكن الكلام ان يعني سافيو اتكلم معاه وحذره من الانتقال للنادي الاهلي وكان ليه دور كبير في ابتعاد الصفقة كل المعلومات دي وصلت للنادي الاهلي فبالتالي كم يقولوا كده عملوا اكس على سافيو وقالوا ان في اعرف فترة الانتهالات هيتم بيعه وهيتم تسويقه واضح كده ان يعني سافيو هيعمل زي لعيبة كتير قبل كده راحلت على النادي الاهلي والزمالك دايما كده في لعيبة لما بترحل عن القطبين بتتقلق وبتلاقي نفسها بشكل كبير ولانا في لعيبة كتير جدا جدا عبرة سافيو ما استناش تلات ايام بس راجل وصل بوليفيا اتأيد مع بوليفار لعب قبرة بعد من نزل بديل وقدر يحرز هدف عالمي هدف عالمي زي ما بيقول الكتاب فورة من الطرف الشمال كده راجل قطم ولعبها في البعيدة لب يعني جون كده ما يجبوش هلميسي يعني كونه زي ما احنا شايفين على الشاشة هدف جميل جدا جدا وكمان مكتفاش ان هو احرز هدف راجل ظهر بشكل كويس جدا لحد ما حصل على يعني رجل المباراة جائزة رجل المباراة يعني الناس كتير هتقولك هل الاهلي استعجل في قصة الاستغناء عن برونو سافيو هل سافيو ما اخدش فرسته بشكل كامل قد يكون ده حصل فعلا ولكن ساعات كتير جدا بيبقى التأقلم والسلوكيات هم كتير جدا جدا من المستوى داخل الملعب ادارة النادي الاهلي شايفت ان سلوكيات سافيو والاتيتيوب بتاعه اللي بيعمله مش متوافط مع تفكيرهم ومش متوافط مع اللي بيحصل داخل ادارة النادي الاهلي فبالتالي رحيله كان رحيل حتمي حتى لو كان عنده حاجات كان ممكن يقدمها للنادي الاهلي افضل من اللي عمله حتى دلوقتي الاهلي برضو في قصة سافيو اول يطلع بقى الى الخسائر بعد ما استشترىه بملucc 2001 الف دولار وكان بيدى له مرتب ت encrypted 3000 الف دولار سافيو عشان يرحل كان مشترط ان هو ياخد مرتبه في السنة التانية كمان يعني 800 الف دولار اضافية وطبعا الاهلي طبعا نوصل مع الاتفاق ان هو ياخد 800 الف دولار بتاعه السنة الاولى بس وodles اللي حصل وكمان يعني تم خصم الرقم اللي كان نادي بوليفار هياخده اللي هو الاستدنة اللي كان 700 الف دولار الرقم ده ما ادفعش على النادي الاهلي بخمسمائة الف دولار في السنة ديت. بخلاف طبعا راتب سافيو اللي حصل عليه المقدر به ثملمائة الف دولار. اه طبعا كخسارة كبيرة للنادي الاهلي ولكن كانت تبقى خسارة اكبر بكتير لو كان الاهلي دفع القصة التاني. وكان سافيو خد راتب الموسم آآ التاني. خلاص سافيو صفحة وتقفلت. الهني دلوقتي بيفكر ان هو يتعاقد مع بديل لسافيو. مهاجم صريح في لعيبة كتير مرشحة. من هم سوزة اللي رجع بالصورة في شكل كبير اللي كنا لسه بنتكلم عنه. مريجة طبعا لاعب الهلال السعودي. حمزة هنوري لاعب الفتح المغربي. دي لعيبة لسه في الصورة. لعيبة مرشحة بقوة للانتقال للنادي الاهلي لتدعيم مركز خط الهجوم في الفاطرة اللي جاية اللي هو بيعد المركز الاساسي للنادي الاهلي. وطبعا يجي من وراه مركز الديفندر بعد رحيل حمد فتح للوقرة القطري. ولكن بتعاقد للنادي الاهلي مع امام عشور. الموضوع اتحل. فبالتاني قصة المواجم الصريح هي الاولوية العظمة او الكبيرة للنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية. دي كانت تقديقتنا الخاصة بامام عشور ويعني انتقاله الرسمي للنادي الاهلي. ويعني سافيه وتعلقه الكبير بعد رحيله عن النادي الاهلي. خليكوا دايما معنا بتلفزيون اللي بسان.